ما هو امازون برايم وكيفية الاستفادة منه? ده موضوع حلقتنا النهاردة واللي مش اقول لك فيه كلمتين وخلاص لأ ده نهديك تجربة عملية عايشك تجربة عملية كأنك فعلا بتشترك وكأنك بتشتري. لو انت اشتريت منتجات قبل كده من موقع امازون يبقى الفيديو ده مهم لك جدا واكيد هتشترك في خدمة امازون برايم. ولو انت ناوي تشتري حاجة بالفعل من موقع امازون يبقى الفيديو ده برضو مهم لك جدا لانك اكيد هتشترك في خدمة امازون برايم لانه بتقدم لك مزايا كتير جدا وتقريبا مجانية. لو انت بتشوفني الاول مرة فانا احمد قطب وانت بتشوف الفيديو على قناة اكاديمية المهندس. لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه اشترك معي في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك اشعار بكل فيديو جديد بقدمه وما تنساش تعمل لنا اعجاب على الفيديو ده. ايه هو بقى امازون برايم وازاي هنستفيد منه? امازون مصر. الخدمة دي بتبقى بشترك شهري تسعة وعشرين جنيه في الشهر او ميتين تسعة واربعين جنيه في السنة. لكن اول شهر بيبقى مجاني تجربة مجانية. وانا في الفيديو ده ان شاء الله اعلمك ازاي تستفيد باول شهر مجاني من غير ما تدفع ولا جنيه. هي بقى المميزات اللي بتقدمهن امازون برايم. بتقدم لك خمس مميزات اساسية. اولا بتقدم لك شحن مجاني للمنتجات الموهلة. تاني ميزة بتقدمها وهي توصيل اسرع للمنتجات. يعني لو فيه منتج مسلا معين بيوصلك خلال يومين تلاتة. لا لما تكون مشترك في امازون برايم بيوصلك خلال يوم واحد. هيوصلك تاني يوم على طول. ولو انت من سكان القهرة وجيزة بيوصلك في نفس اليوم. تالت ميزة معنا وهي الاشتراك في موقع امازون برايم فيديو مجانا. يعني بتشوف افلام ومسلسلات وعروض تلفزيونية على الموقع زي شاهد كده وزي نتفليكس. رابع ميزة بتقدمها وهي الاشتراك في امازون برايم جيمينج. بتخش على امازون برايم جيمينج وتحمل الالعاب وتلعبها اولاين مجانا. الميزة الخامسة بقى وهي الاستفادة من العروض الحصرية اللي بتقدمها لعملاء امازون برايم. يعني بيوصلك عروض حصرية بمنتجات موجودة في المتجر العادي بسعر لكن انت توصلك باسعار مختلفة باسعار اقل. يعني مسلا لو فيه منتج سعره للمستخدم العادي خمسمائة جنيه ممكن يوصلك انت كعرض حصري بسعر اربعمائة جنيه. دي كده كانت المقدمة النظرية عن امازون برايم. تعب اخش في العملي ونشوفها نشترك ازاي ونستفيد بالفعل من الاشتراك ده بتاعنا ازاي. تعال اندتش مع بعضينا شوية كده واقول لك اللي خلاني اشتراكت في خدمة امازون برايم. انا كنت باشتري تلات منتجات دول من على موقع امازون. ولقيت ان كل منتج فيه معليه تكلفة شحن منفصلة. كل منتج فيه معليه تكلفة شحن واحد وعشرين جنيه. زي ما احنا عارفين ان فيه منتجات بتبقى مشمولة في الشحن المجاني وفيه منتجات غير مشمولة في الشحن المجاني. المنتجات اللي مشمولة في الشحن المجاني لما يكون اجمال المشترات بتاعتك فوق تلتمية وخمسين جنيه. بيبقى مكتوب صادها مشمولة في الشحن المجاني وانت شاريت حاجات اكتر من تلتمية وخمسين جنيه. كده الشحن هيوصلك مجاني. اقل من كده كل منتج هيوصلك بتكلفة شحن منفصلة. وفيه منتجات غير مشمولة في الشحن المجاني. زي الشاشة اللي قدامي دي. سعرها ستلاف وسبعمل جنيه. مع ان سعرها فوق تلتمائة وخمسين جنيه. مع ذلك غير مشمولة في الشحن المجاني. يعني لازم تدفع عليها رسوم شحن. طيب انا بالنسبة لي حبيت استفيد من خدمة امازون برايم. في اني الغي تكلفة الشحن من على المنتج ده. ومن على المنتج ده. يعني يوصلني مجانا. يعني تقريبا هوفر اتنين واربعين جنيه. ببلاش. بدون اي مقابل. يبقى دي كانت اول ميزة معنا. وتعالى نتأكد مع بعضينا كده. لو قلت له تابع عملية الشراء. عشان زي ما اتفعنا وزي ما وعدتك. هخليك تخوض تجربة عملية. كأنك انت فعلا اللي بتشتري. دي كلها بطاعة انا ضيفة. اللي هقول له ايه? الدفع عند الاستلام. انا كده خلاص مشترك في امازون برايم. هقول لك ازاي تشترك دلوقتي. استخدم هذي الطريقة. استخدم طريقة دفع هذي. رسوم الدفع عند الاستلام تمنتاشر جنيه. لان كل منتج عليه تسعة جنيه لما تدفع عند الاستلام. لكن لو انا دفعت الفيزة يبقى في نفسي من التسعة جنيه دي. او من التمنتاشر جنيه على المنتجين. اللي المنتج ده. دول يعتبروا منتج واحد. لان البيع بتاعهم امازون. البيع هنا امازون. وهنا امازون. انما ده باقع مختلف. نجي بقى التاني ميزة وهي توصيل السريع. المنتجات دي علشان مشمولة في البرايم. تمام مكتوب صدا برايم هو بالشكل ده. بقول لي احصل عليه غدا ستة يوليو. النهاردة كام? النهاردة خمسة يوليو. يعني يوصلني بكرة مباشرة. انما دي بيقول لي احصل عليه يوم تلتاشر يوليو. لسه بعد اسبوع كمان تقريبا. ليه? لان المنتج ده غير مشمول في الشاحن المجاني. وغير مشمول في خدمة البيع. طيب لو دخلنا كده على صفحة من الصفحات. هنلاقي في ممتجات مكتوب تحتها برايم. يبقى انت تستفيد من البيع لو اشتريت المنتج ده. كل المنتجات دي مشمولة في البيع. لو بسيطت هنا كده هتلاقي عندك الشاشة دي غير مشمولة في البيع مش مكتوب تحتها برايم يبقى غير مشمولة في البرائم. تعال بقى كده نستعرض بقية المميزات الموجودة في البرائم. لو دخلنا على الصفحة الرئاسية بالشكل ده. وضغطت على امازون برايم. اللي هو اللوجو ده. دخلني على الاكاونت بتاعي. انا بالفعل عملت حساب دلوقتي. وهقول لك تعمل حساب ازاي. لو دخلنا على البرامج التلفزيونية. حقيقة كويسة جدا يعني. شاهد الان. هتلاقي الافلام ومسلسلات دي فتحت معك. اوارك حاجة جميلة جدا موجودة في التطبيق ده. او في الموقع ده. ممكن تختار مسلا التصنيف. لو اخترنا مسلا الكيدز. خاص بالاطفال. وجبنا اي فيلم كارتون زي ده. وشغلناه. طبعا المشاهدة بتبقى اونلاين. مش متاح فيه التحميل. هنا عندك في الشاشة دي. ممكن تعمل اكتر من حاجة. ممكن تترجم الفيديو. تعمل ترجمة للعربية. اللي هي الترجمة بتبقى موجودة على الفيديو. اشتعل معنى عربي. لو جبت هنا الاوديو وخليته مسلا فرنش. فرنساوي. تمام. بقى بيتكلم فرنساوي. على فكرة حاجة ممتازة جدا يعني الاول مرة تقريبا اشوفها موجودة في تطبيقات. بنسبة بقى لكل الفيديوهات وكل المسلسلات الموجودة موجودة بجودة عالية جدا سواء كان او زي ما انتو شايفين كده. وطبعا خاصية الترجمة موجودة في كل الفيديوهات. انما تحويل الصوت مش كل ايه? مش كل الفيديوهات. موجود فيها اللوغة العربية. تمام? طيب تعرفوا بقى كده لامازون برايم جيمينج. هنا بقى بالنسبة لامازون جيمينج بتشوف اي لعبة انت عايزها. مجرد ما تتسخي عليها بيديك رمز تدخله في الموقع الخاص باللعبة. علشان تبقى اللعبة مجانية بالنسبة لك. انا بالنسبة لي نزلت التطبيق الخاص باللعبتين دول. وبالفعل سبت اللعبتين دول عندي ولعبتهم. بالنسبة بقى للعروض الحصرية زي ما اتفقنا احنا قلنا كل اللي ممكن يتقال فيها ان انت ممكن يوصلك عروض باسعار اقل من المستخدم العادي. اللي غير مشترك في برايم. طيب بالنسبة بقى لطريس تشتراك سهلة جدا احنا بنضغط على الصفحة الرئيسية بالشكل ده. ونضغط على اللوجو بتاع برايم. وهنا بقول لي جارب برايم مجان لمدة تلاتين يوم. اضعط عليها. اضعط بضعط اقتمان. علشان ادخل الفيزة بتاعتي. انا بالنسبة لي استخدمت فيزة فوتفون كاش. الفيزة كلفتني رسوم استخراج خمسة جنيه. لكن لو انت بشوف الفيديو في فوق تاني في تكلفة استخراج الفيزة مجانية يبقى الموضوع كله بالنسبة لك هيبقى مجاني. بيقصد من الفيزة جنيه واحد. والجنيه ده بيرجع لك تاني بعدها بخمس دقيقة تقريبا. انا بالنسبة لي عملت فيزة بخمسة جنيه خاصة منها. جنيه واحد ورجعولي تاني. لكن كل موضوع كلفني خمسة جنيه بس. اللي هي تكلفة فيزة فوتفون كاش. انت بالنسبة لك ممكن تستخدم فيزة فوتفون كاش. او الفيزة الخاصة بورانج كاش. او الفيزة الفعلية اللي موجودة معك. تمام? بتدخل اسمك على البطاقة او رقم البطاقة وتاريخي الصلاحية. والاشتراك بسيط جدا. لحد كده انتهى الفيديو بتاعنا. لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يسهولي في تعليق ان شاء الله برد عليه. بالتوفير لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.